جولة سابعة اجتماع تلو الآخر والمحصلة لا تقدم يذكر سوى مزيدا من التضارب في التصريحات تصريحات أوروبية غير متفائلة بخصوص أي توافق من أجل استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة ببرنامج إيران النووي وزيرة الخارجية الألمانية قالت إن المفاوضات لم تحرز أي تقدم بل عادت ستة أشهر إلى الوراء مؤكدة أن برلين تعمل مع حلفائها من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي لإنقاذ الاتفاق النووي محاولة إنقاذ الاتفاق تباحثتها كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا مع حليفهم الأمريكي قبل انطلاق اجتماعات مجموعة السبع في مدينة ليفربول البريطانية وبينما يتباحث الحلفاء الغربيون في ليفربول يبدو أن هناك حليفا آخر في مكان آخر لم يعد يؤمن بجدوى المباحثات والمفاوضات الكيان الإسرائيلي وعبر وزير دفاعه بينيغانس أصدر تعليمات لجيشه من أجل الاستعداد لمواجهة إيران عسكريا للحيلولة دون امتلاكها قنبلة نووية حسب زعمه يقول مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى مسؤول أمريكي آخر وفي تناغم آخر أكد عدم وجود فيطو أمريكي على العمليات الإسرائيلية المحتملة ضد إيران أما إيران التي يؤكد مسؤولها أنها جادة في المفاوضات يبدو أنها لا تمني نفسها بها أو بنتائجها حيث لا تهم التفاصيل بالنسبة لطهران ما يهم هو رفع العقوبات بالكامل طهران جادة في المحادثات النووية التي تجريها في فيينا ويمكن التوصل للاتفاق في حال رفع العقوبات الأمريكية على بلادنا طهران لا تعلق دبلوماسيا على حديث واشنطن عن خطط أخرى إن فشلت المفاوضات في حين تحذر عسكريا من رد قاس إن استهدفت مصالحها أو تم ترجمة المناورات الأمريكية الإسرائيلية إلى حقيقة على أرض الواقع وبين أوراق السياسة والعسكر تبقى عين طهران على فيينا فيما يستمر الدعم لفريقها المفاوض من خلال العمل على اتفاقيات تعاون استراتيجي مع عدة دول وسط أنباء عن تحرير أموال إيرانية محتجزة في الخارج وبعيدا عن التوصيفات المتشائمة أو المتفائلة فإنما يهم الإيرانيين في طهران وفق مراقبين هو أن تدور عجلة الاقتصاد لتخرج الأوضاع المعيشية من طريق يرونه مسدودا حتى الآن ترجمة نانسي قنقر